افكار مسائل الاموركينج سهل و بسيطة لكن لازم تبقى مفهومة شوي احنا زي ما قلنا الاموركينج ده ايه ده المومنت اللي خلي قطاع كله جاسيف ممكن مثلا تيجيلي كاميرا اللي بتاعتها معروفة انا عارف اسبانها كان وكمان عارف شكل القطاع بتاع الكاميرا عمل ازاي دكتور قطع كروس سيكشن نرسمه لي بابعد وتسليحه لكن ال W اللي على الكاميرا مجهولة انا مش عارف ال W دي بكام لو طلب منك اتقال لك احسب الالابل او الوركينج او الديزاين دابلو سواء قال لك الالابل دابلو او ووركينج دابلو او ديزاين دابلو التلاتة عندنا معناهم ايه؟ معناهم ان انت بحتاج تحسب قيمة ال W اللي لو تحطط على الكاميرا هتخلي الكاميرا بالكامل جاسيف يعني يدوبك مسيف احسب زي ال W اللي تخلي الكاميرا كلها جاسيف ونبتقي نحسب اتنين ممت اول حاجة هاجي من شكل اللودز ارسم البننج مومنت بتاع الكاميرا بس بدلالة ال W اللي انا مش عارفها والمومنت هنا بنسميه M-Working Actual ليه كلمة Actual؟ عشان ده المومنت اللي بيقصر نوع الكاميرا زي ما انا هنحسبه بس بدلالة المجهول بدلالة ال W طعم في المسال ده هيساوي W في L سكوارد على تمانية ونشوف ساعة هطلع بدلالة ال W بكام وبعدين هاجي من شكل القطاع بتاع الكاميرا احسب ال M-Working ال-Allowable فكله هي ال M-Working العادية اللي هما ال 6 خطوات مش ال M-Working ال-Allowable دي ده المومنت اللي يخلي قطاع جاسيف اعمل ايه عشان احسب ال W ابتدي اساوي ال M-Working Actual بال M-Working ال-Allowable ساعت هتقول ال M-Working ال-Allowable هيساوي ال M-Working ال-Allowable اللي هيك بدلالة ال W طلع ال W كان وهقول لك مثال تخيل مثلا لو M-Working ال-Allowable ب60 يعني ده المومنت اللي يخلي قطاع هنا جاسيف لما عوضت هنا ب60 وحسبت ال W طلعت مثلا ال W ب5 كيلو نيوتن برميتر ران ده معناه ان لو انت حطيت ال W هنا ب5 بالزبط اللي بيأثر هيبقى ب60 يعني بالزبط تقدل ال-Allowable مش ده كده يخلي كاميرا جاسيف طب لو حصل وانت حطيت لود اكتر من 5 ده خلية مثلا لو 5.1 بس ساعتها المومنت ال-Allowable هنا هيبقى اكبر من 60 يعني اكبر من ال-Allowable ساعتها الكاميرا تبقى safe ولا unsafe طبعا ساعتها تبقى unsafe يبقى عشان تحسب ال-W اللي تخلي الكاميرا كلها safe لازم تخلي ال-Allowable قط بعض وتطلع ال-W بكام بتاع ناخد مثال على الفكرة اللي فاتت ونشوف بس هنتعمل معها ازاي لو انا عندي كاميرا بيموستو كانتليفر شالة 3 concentrated loads طول كانتليفر 2.4 متر وعندي لود هنا على بعد 5 وهنا التاني برضى على بعد 5 و2.4 واضح المسألة symmetric ال-concentrated loads قيمتها كام اللي على الشمال قيمته 1.5P وانا مش عارف ال-P بكام واللي في النص 2.5P والعالمين برضو 1.5P اترساملي كمان مع الكاميرا دي شكل التسليح التسليح اللي تحت كان 6.22 واللي فوق هنا كان 7.18 واللي فوق هنا كان 3.16 والدكتور جي قطع two cross sections واخب بالك من اماكنهم section في النص بالزبط ورسملي شكل القطع ده وضحنا ابعاد قطعة 300 في 800 وزموا هبام cross section تحت كان تسليح 6.22 وفوق 3.16 في cross section تاني عند العمود في cantilever بالزبط برضو ابعاده 300 في 800 لكن تسليحه هيبقى فوق بس وقيمته 7.18 الدكتور ميديني شوية ديتا هنا قال لي مثلا neglect the on way بتاع الكاميرا هنهمل وزن الكاميرا نفسه وهنتعمل مع 3 concentrated loads بس الف سيو مثلا كانت 25 نيوتون بر ميليميتر سكوير والف فيلد مثلا كانت 350 مطلوب تحسب الpe working المقصود بكلمة pe working دي الpe اللي لو تحطط على الكاميرا تخلي الكاميرا كلها just safe يعني يا ضوبك مسيف اول حاجة بما انت قال pe working وانا فهمت كده ان انا محتاج احسب ايه الame working للقطاعين دول القطاع ده والقطاع ده فهنبتدي اول حاجة لو تفتكر عن طريق ال f cu اللي هي مثلا ب25 هخش هنا في الجدول الموجود في الكود اطلع ال f c الالاول بكام طلعت 9.5 ال f field مثلا كان ب350 فطلعت ال f s الالاول بتاعتها بمتي وابتدي احسب الame working للقطاعين القطاع اللي في النص لو تاخد بالك كان الحديد الكتير تحت والقلية الفوق ووضع كده ان التنشن تحت وcompression فوق هبتدي احسب ال 6 خطوات واحسب الame working بكامل طلعت مثلا 299.7 كيلينيوتين متر ده معنى ان القطاع ده بالابعاد دي والتسليح ده امت بقى جاز safe لو عليه مومت 299 لو مومت زاد عن كده ساعتها بقى unsafe القطاع التاني اللي موجود في الكنتيفر لو تاخد بالك التسليح بتاعه فوق ده معنى ان التنشن فوق والcompression تحت يعني انت هتحسب الزد من تحت حسبنا ال 6 خطوات برو بتاع الame working طلع مثلا الame working هنا 233 يبقى انا فهمت ان القطاع ده هبقى جاز safe لو بيأثر عليه مومت كام 233 بعد ما حسبت الame working للسكشن الاولاني والتاني تعالى نحسب البي اللي تخلي الكاميرا كلها جاز safe نرجع تاني لحتة تقدر ترسم لي المومت الاكتشول هنا بدلالة البي فكين قلنا بما ان الكاميرا سيمتريك يبقى الرياكشن هنا هيساوي على طول سيجمال لو ده على اتنين فطلع مثلا جماعة واحد ونص بي واثنين ونص بي واحد ونص بي طلعت مثلا خمسة ونص بي لما سيمت على اتنين طلعت كل راكشن من دول 2.75 البي عايز ارسم البي اللي مومنت مرة هقف احسب البي اللي من ناحية دي هساوي واحد ونص بي في اتنين وربع ودي اللي السهم الفوق فطلع المومنت عندنا الفوق وقمته 3.375 البي مرة تانية وقفت في النص حسبت المومنت هيساوي واحد ونص بي في المسافة دي كلها ناقص 2.75 البي في المسافة دي كلها فلاقيت المومنت عندنا نزل لتحت وقمته 2.875 البي يبقى انا كده جبت الامة اكتشوال بدلالة البي تعرف تجيبلي البي اللي تخلي الكاميرا كلها جاست سيف بما ان انا عندي في مسألة دي 2 sections فانا لازم احسب البي اللي تخلي كل section منهم جاست سيف وبعد كده طبعا اختار مين فيهم اختار الاقل ده اللي هيخلي الكاميرا كلها جاست سيف فهبتدي بالsection الاولاني فاكر اول section الاموركينج الالابل اللي احنا كنا حاسب نهاله قد طلع 299 دي اللي تخليه جاست سيف طب الاموركينج اكتشوال اللي بتأثر بكام هتسوي 2.875 البي قدر اطلع البي من هنا ولا لا بتاعت مثلا البي بتسوي 104.24 كيلي نيوتن تفهم من كده ايه ان لو انت عوضت البي هنا وهنا وهنا بال104 وافتح حسبت المومنت تحت بالارقام هيطلع المومنت تحت بكام بالزبط بال299 مش دا كده معناه ان القطاع ده بقى جاست سيف لكن القطاع التاني سيف والانسيف الله اعلم لسه هنشوف تعرف تحسبلي عند الsection التاني البي اللي تخلي الsection التاني جاست سيف نفس الكلام انا كنت حسبله الاموركينج الالابل بتاعته قد طلع مثلا 230 والاموركينج الاكتشوال من الحسابات هنا قد طلع بكام 3.375 البي هيساول اتنون ببعض وطلع البي اللي تخلي الsection دا جاست سيف طلعت مثلا ب69 كيلينج دا معنى ايه برضو ان لو انت عوضت البي هنا وهنا وهنا بال69 بالظبط هيطلع المومنت اللي هنا قمته بالظبط 233 يعني القطاع دا يبقى جاست سيف لو زودت عن 69 ساعتها القطاع دا بقى انسيف يبقى انا في الحالة دي بعد ما حسب الاثنين بي حسبت بي ووركينج اللي تخلي القطاع الاولاني جاست سيف والبي ووركينج اللي تخلي القطاع التاني جاست سيف اختار مين فيهم عشان تخلي الكاميرا كلها جاست سيف طبعا الاصغر لان انت خال لو انت اخترت الكبير وهو قمته 104 وحطينا البي هات هنا ب 104 هتخلي قطاع دا جاست سيف بالظبط لكن دا انسيف دا بقى اكبر من الالابل بتاعه لو احنا اخترنا الصغار ال69 هتخلي قطاع دا جاست سيف وقطاع التاني سيف لانه واقلم الالابل في الحالة دي يبقى طبعا مين اللي تخلي الكاميرا كلها جاست سيف اكيد الاصغر فانا هنا هاختر البي ووركينج بال69